أعلنت وزارة السحة والسكان إطلاق تسعين قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية بداية من منتصف هذا الشهر وحتى نهايته وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكدت الوزارة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية وتضم تخصصات الطبية كافة وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى سيدلية تتوفر بها كافة الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة